في إطار توجيهات الدولة للتوسع في بشروعات التحول الرقمي لتحقيق رضا المواطنين أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد أكدت على بأن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها بالوزارة تطوير الخدمات الحكومية ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات والمدن الجديدة مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في تطوير 268 مركزا تكنولوجيا وتسع دووين لمحافظات و21 مدينة فضلا عن إنشاء بوابة المحليات التي تقدم نحو 45 خدمة إلكترونية وذلك إلى جانب بوابة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تقدم نحو 162 خدمة